وابدأ معك من قضية أو حادثة الحريق الذي حدث في شعبة الأملاك ببلدية النصرية الاتهامات من قبل المسؤولين لجهات متورطة بالفساد في أحداث هذه الحادثة لإخفاء الأدلة على عمليات تزوير كانت تحدثت عنها النزاهة قبل أيام عدة أية جهة تملك هذه المكنة وتتمكن من النفوذ إلى هكذا دوائر مهمة لتحاول أن تخفي آثار جرائمها الحقيقة ملف حرق السجلات هذه الجريمة ليست الأولى وأعتقد أمل أن تكون أخيرة وليست الأخيرة لأن سبقوا أن كعوب جبايات في السماوة وقبلها تمزيق سجلات في دوائر تسجيل عقاري في نينوى وغيرها وهكذا يعني الحقيقة هي المبرزة الجرمي واضح وأهل الناصرية يعرفون من يتلاعب أهل الناصرية الكرام يعرفون من يتلاعب السجلات أو يحاول أن يستحوذ على أكبر قدر ممكن من الأراضي والعقارات وتزوير العقارات لذا على الجهات المعنية إن كانت في هيئة النزاهة أو في دائرة البلدية في المحافظة في وزارة البلديات والأشغال وما شابه أن يحددون آلية لحفظ هذه البيانات وهذه السجلات حفاظا على مصلحة المواطنين ومن ثم وضع آلية لكشف التزوير السابق ومستقبلا هذه العملية يعني عملية الحريق عملية إجرامية ويفترض إقامة الحدود القانونية عليها بالإضافة إلى منعها مستقبلا وتحديد العقارات التي تم التزويرها لأن ستكون هناك معاملات استملاك وبيع وشراء وما شابه يفترض كشف التزوير في هذه المدركات والوثائق قبل أن تذهب إلى عملية الغسل يعني تبيض أموالها وهذا الجزء أيضا يعني حقيقة من عملية الاستيلاء على الموارد العامة وهناك أملاك عامة إذا كانت هذه أملاك مواطنين أكون هناك أملاك عامة عقارات دولة أراضي ورأينا بأن كيف تم الاعتداء على منشأ ترفيه يجد أهالي الناصرية المجال في الترويح أنفسهم يعني بمعنى هذا تهديد للدولة وتهديد واضح للدولة وتشكيق بقدرتها نحتاج بالضبط إلى سيادة القانون وأنفاذ القانون من تكون الجهة المقابلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة